عَنَّا سَبَتِ النَّاسِ وَمَا لَقَلَّبَتْ لِذِينِهَا وَالْمِيَاهَا وَالْمَنِيهَا أيها الأحبار يقول عبد سبحانه وتعالى في محكم تنزيل وهو رفّق القاربين يا أيها الذين آمنوا تقول الله وانضرنا السنة وقدّبت للهكر واتقول الله إن الله خبير بما تعمل ويقول سبحانه يوم بيكم نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء توكل وأن بينها وبينه أبداً بعيداً ويحكمكم الله نساء والله مظروف بالعداد ويقول سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النفس مهمين نرجع إلى ربي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ويقول سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى فأنهزها كدورها وتقواها أيها النشري الكريم حسب نفسي فنفق لي صالحاً إلا وجاء رحمة الرحال وزن أعمالي علي فنفتشف في الأمر إلا حكتت نيزاني وقدمت نفسي بإفعال كلها وحيداً من وقفة الدياني فيا أيها الأحداث إني رحمة مهما يطيل للأمر فإني باني يا ربي إلا المرضى إلا لا تقع فمن المشيء المثن بالحيطان أيها النشري الكريم وقفتت يوم الفضل بن غيار وسأل رجلاً دلق من البر أرسله فقال له الفضل بن غيار كالرور قال سيطرون أعمال فقال له الفضل بن غيار إلا من الثالب الرحيم فقال الرجل إنا لله وإنا إليه غيرون فقال له الفضل بن غيار أتعلم معناها أم أتعلم معناها قال أعمل أني لله عبدا وأني له راجع أني لله عبدا وأني له راجع وقال له الفضل بن غيار إذا ما علمت أنك لله عبدا ولك راجع وكلم راجع وأنك مسؤول فلما قد وأنك عد لهذا السؤال جوابا فقال له الفضل بن حيلة قال له الحيلة لسير في أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما بقي يغفر لك المولى عز وجل فيما بقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر